أهلاً بكم مرة أخرى في برو سينتر والبرنامج الأسبوعي اختيارات عبدالجواد مع كابتن محمد عبدالجواد محلل MBC برو سبورد كابتن خليني كذا أقول لك شيء في بداية أول شيء سعيد أنا بيتواجدي معك سعيد أيضاً بوجودك معايا أول شيء طبعاً أحييك حيي السادة المشاهدين وأنا اللي أتشرف إن أوقف أمامك وأنت إضافة كبيرة لنا موفق إن شاء الله يا سيد يلا أعطيك العافة أختيارات عبدالجواد في كل أسبوع ننتظرها والله صراحة الواحد اجتهد فيها وإن شاء الله نطلع بمادة حلوة ينبسط منها الجمول واستفيد منها الجمول إن شاء الله يلا خلينا نشوف عبدالجواد يشعنده في أول الاختيارات نبدأ بالصدات صدات الأولى هذه المسالين في البعض يمكن يقول والله ترى يعني عادية عادية بس لو تلاحظ من هنا شايف لمسه لمسه طلعت الكورة من اتجاهها إلى المرمى وكانت صراحة كورة خطيرة جدا من اللعب تقريبا لفهد المولد وكان فعلا ياسر مساليم استمرارية لمستوى اللي بيقدمه من بداية الموسم وصدى حلوة بالنسبة لي لياسر مساليم في مباراة مهمة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي ما أثر عليه النوخ رجاء احتياطي بعد رجاء أساسي؟ بالعكس يعني واضح تماما أنه يعني هذه عملية فيها عملية تنافسية ونما نكون في هناك تنافس ما بين اثنين على مركز واحد بمعناته المستفيد من المستفيد الفريق والمستفيد المدرب لأنه بالتالي الاثنين كل واحد منهم يبغى أنه هو يثبت وأنه هو يلعب كلاعب أساسي بالتالي يعني بصراحة أعتقد أنه هذه التنافسية اللي موجودة في كل الفرق يعني إذا كان فيه اثنين يتنافس على مركز واحد أعتقد أن المستفيد منها الأكبر هو الفريق وبالتالي المدرب خلينا نشوف الصدة الثانية كابتن الصدة الثانية المسرحي ما شاء الله تبارك الله كانت صدة حلوة في وقت مهم جدا بالنسبة للنادي القادسية اللي نبارك له الفوز هذا صراحة اللي جاء بعد فترة طويلة من المباراة في دورة عبداللطيف جميل وأيضا صراحة أنا الموسم هذا بصراحة أقول لك يا هاني حراس المرمى بيؤدوا أداء رائع جدا وراقي جدا صدة فيها شو كابتن حتى وإن كان فيها شو صح وإن كان فيها الاستهراض بعض الأحيان بعض الأحيان اللاعب يستمتع أنه هو يستعرض يستعرض زي ما أقول يستعرض عضلاته يعني بالعامية لكن هو بيستعرض إنكانياته وتركيزه بطريقة جدا رائعة طبعا ممكن كان يمسكها بطريقة يعني عادية لكن هي حلاوتها الطيران لأنه بعض الأحيان ممكن الكرة تخذع الحارس فمع الطيران المسافة البسيطة هذه اللي هي ممكن تفرق في صد الكرة ممكن مع الطيران تجيبها لكن صراحة تعتبر من الصدات الجميلة واستمرارية أيضا للعب فيصل المسرحة في تقديم مستوىات جيدة مع نادي القادسية اللي نتمنى له التوفيق إن شاء الله طيب خلينا نشوف الصد الثالثة خالد راضي طبعا ممكن كثير من الناس يقول لك والله هذه طيب ما هي ديك الصعوبة لكن صعوبتها فين؟ أول شيء أرضية الحاجة الثانية لو نما تلاحظ الكرة نما وصلت عند خالد دقت في الأرض وطلعت فوق شوي هتلاحظها فين؟ في الإعادة البطيئة من خلف المرمى من خلف المرمى نما تجي الكرة هتحصل أنه الكرة نما وصلت عند خالد الكرة ارتفعت خبطت في الأرض وارتفعت وهذه أكثر بسيسة وهذه طبعا أكيد لو في العملاقة الأخطوط محمد الدعية اشرحنا لأكثر لكن أنا دائما أسمع منه أنه الكرات الصعبة بالنسبة لحارسة المرمى الأرضية وسرعة الحركة والارتماء والتي تخبط في الأرض قبل وصولها إنها تخبط في الأرض قبل وصولها هذه هي الصعوبة بالنسبة لحارسة المرمى صد من أرواع الصدات أنا في وجهة نظري في هذه الجولة لأنها صعبة جدا على الحراسة المرمى نروح لعبدالعزيز التكروني عبدالعزيز التكروني نجران شايف تقريبا أنت تتكلم عن انفراد صريح جدا عبدالعزيز طلعته من المرمى الخطوتين إلى الأمام هي أعتقد ساعدة عبدالعزيز ولو تلاحظ كمان يعني هو داخل بيده وداخل أيضا بقدمه يعني الاثنين مع بعض اليد والقدم وصدها بالقدم يعني كان متأهب أنه يصدها بيده أو يصدها بقدمه واستطاع أنه يصدها قفل الزاوية قفل الزاوية فصدة صراحة تعتبر من الصدات المميزة في هذه الجولة لي عبدالعزيز التكروني ونتمنى له التوفيق هو جميع زملاء اللي بقدموا لنا صراحة دور ثاني مع نجران صراحة من أرواع المستوات اللي شفناها وشاهدناها لفريق نجران متميز عد برازيلين هم اللي سووا الحبائب عملوا الربكة اي وعلم عملوا الربكة هذه في نجران طيب خلينا شوف العكسيات نروح للعكسيات نحن هنا نتكلم شوفت هنا العكسية حق جهاد حسين عكسية مثالية جدا ما وجدت أي صعوبة بالنسبة لربيع سفياني أنه هو يسجلها أبدا 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 في بعض اللاعبين ترى يعني ممكن يضيعوها لأن كرة لما ترتفع إلى الأعلى الخوف منها أن ترتفع فوق العرضة لكن أنت تتحدث عن عكسية مثالية جدا سهلت لربيع سفياني وجود أربعة أربعة مدافعين وجود أربعة مدافعين هي دائما على اللي يعكس الكرة طبعا اللي يعكس الكرة كمان اعتماده على مين على تحرك زميله من الجهة الثانية فهي الاثنين كلها زي ما أقوله هذي كنت يكون بينهم تفاهم في التمرين بكل تأكيد في التمرين ومن خلال التكتيك اللي أدوه من خلال المباريات اللي يلعبوها ومن خلال الانسجام اللي موجودة الآن في نادي التعاون اللي بيقدم لنا موسم استثنائي أعتقد أنه اللاعب صار يعني واضح تماما فين يروح زميله في الملعب أو كيف تحركات زميله في الملعب طيب عكسية حلوة جدا خالد الغامدي أيضا في نادي النصر هنا نفس العكسية أرضية صعبة على أي واحد حتى على المدافعين يعني لو المدافعين موجودين في المنطقة هذه ممكن ينزلق واحد فيهم بلا لكن الانزلاقة ممكن تكون خطيرة ممكن يسجل هدف في مرمع كابتن في عكسيات كده تيجي وفي عكسيات كده تيجي أخطر أحد اللي تيجي كده اللي فيها زي ما يقولوا لافة كده موزة يعني بطريقة البرازيلية هذه أخطر على العكسيات الأرضية واللي فيها انحناء نوعا ما تالي خطرة حتى على المدافعين إنهم هم ممكن إنهم هم ينزلوا وشفنا نحن أهداف في الدور السعودي في الموسم هذا في دور عبدالراطيف جميل شفنا أهداف من عكسيات تنعكس بهذه الطريقة ولكن اللي سجلوها المدافعين في مرمعهم طيب عكسية جميلة جدا من اللاعب خالد الغامبي مايقا مايقا النصر أبغاك تشوف اللي دوبك تكلمت عليه هذه كأرضية لكن هذه عالية شفت الكرة كيف لفت شف التفاف الكرة شف يعني طيب المدافعين والحارس كلهم مع بعض لأنه صعب على أي لاعب أنه هو يعمل توقيت لمثل هذه الكرات اللي هي تخدع الجميل في الموضوع أيضا انطلاقة اللاعب إبراهيم غالب من الجهة الأخرى طبعا لو ما كان شوف لو ما كان منطلق إبراهيم وجلس وراء هناك ما كان حيجي الهدف لكن أنت تحدث عن نادي النصر ونادي النصر ما شاء الله فيه إمكانيات كبيرة في اللاعبين اللي موجودين في نادي النصر وبالتالي المتابعة من الجهة الأخرى أعتقد ساعدت على نجاح هذه العملية بالنسبة للنصر كابتن أنت كنت تلف والأوفر هذا موازن والله يعني يعني الحمد لله لعبنا أوفرات حلوة صراحة كانت تخبط يعني مثلا زي ماجد عبد الله الله يذكره بالخير يعني ما يروح للكورة يقول لك حطها أنت بس هنا حطها في المكان هذا هو يطلع لها بس بس حسام أبداود نفس الشي ألعبها ينتلفها في الجهة هذه يقوم هو يروح لها فيه هناك فأنت تتكلم عن صراح صالح النعيم أحمد جميل أحمد جميل ما شاء الله تبارك الله فصراحة يعني اللعيب اللي معاك يساعدوك على أنك أنت ترفع الرفعات هذه طبعا أكيد فيه هناك تمارين خاصة بالنسبة لرفعات الميت طيب العكسية الأخيرة لألميدة ألميدة فنيات عدة عكسية رغم أنها ما جات هدف ما جات هدف لكن العكسية مميزة جدا شوف راحت للاعب فاضي جدا اللي هو محمد الشلغوب يعني ما جات هدف لكن هذا لا يعني يو ليش اخترته ما جات هدف لأنها عكسية مثالية حلو راحت إلينا اللاعب راحت إلينا اللاعب شوف وحتى اللاعب ما كان موجود معه أي أحد وبدون مضايقة لكن طبعا يعني لم يوفق فيها محمد الشلغوب أنه هو يضعها في المرمى لكن نحن نتحدث عن أداء الميدة اللي بدأ يتطور في الفترة الأخيرة والعكسية الجميلة للميدة في هذه كلهم كانوا توقعوا الأكسية على المرمى كلهم هو وهو هنا وهي هذه الميزة في اللاعب هذه الميزة اللي في اللاعب أنه هو يقرأ زملاء وتحركات زملاء وأيضا نحن نتكلم عن التمارين والتفاهم والإنسجام في مثل هذه الكرات طيب خلينا نشوف التزديدات التزديدات عندنا والله تزديدات كثيرة هنا تزديدت أدريان صراحة حلوة جدا بصرف النظر طبعا مي هدف قال محلال أمبيسي أنا أنا ما لي إذا هي مي هدف طبعا هي ما هي هدف لكن نحن نقول نحن نتحدث عن التزديد نفسها تزديد نفسها صراحة كانت تزديدها روعة جدا وبعدين ما هي قوية إنما بفكر كروي حطت عالي جدا بباطن القدم فيها إنحناء شوية حتى تبعد عن الخصم لأنه بعض الأحيان أنت لا بد أن تلعب الكرة مثل هذه الكرات حتى تبعدها أو تبعد الكرة عن الخصم وما تجعل له فرصة أنه هو يصل للكرة طيب شوف علي عواجي هذا حبيبنا علي عواجي شوف الكرة يعني كيف كيف استلمها هنا باليسار رغم أنه يلعب بالقدم اليمنى ولكن أنت تتكلم عن إمكانيات لاعب صراحة كبير وقادم بقوة إلى الكرة السعودية إن شاء الله نشوفه في المنتخب قريبا لأنه يستاهل من خلال ما يقدم علي عواجي هذا الموسم مع نادي الوحدة والله حظ عواجي فيك كابتن والله العظيم لا لاعب كويس هاني اللاعب الكويس اللاعب الممتع اللاعب الجيد يجبرك أنك أنت تتكلم معه ويجبرك أنك أنت تقث معه ويجبرك أنك أنت حتى فيه لو حصل أنك أنت تشيد فيه حتى تتصل به إذا ما صنحت الفرصة أنك أنت تتكلمه شخصيا طيب إلتون إلتون حبيب الشعب هذه لعباته هذه لعباته لما نجاب الكورة هذه أتذكرت المقابلة اللي عملتها معاه وقال أنا أجلس قبل التمرين أو بعد التمرين أجل الساعة أتمرن على الكرات الثابتة وأحطها في المنطقة هذه القريبة جدا من العرضة من القائم القريبة جدا من القائم ذكرت الكلام هذا وقلت سبحان الله يعني الكلام نقوله في الستوديو ونذكره في الملعب يعمل العرضة كبير جدا ياسر الشهراني ياسر الشهراني طبعا في الهلال ما جاتك الكورة هدف لكنها ما يمكن أن تقول عليها ما يحلو مسافة يعني الكورة ما بعدت عنه في أكثر من لاعب من الخصم معه ومع ذلك أستطاع أنه يسد الكورة بإتقان عالي في زاوية صعبة على حارس المرمى وبعيدة عن حارس المرمى ولكنها لم تدخل للمرمى ولم تنامس الشباك لكن الكورة بصراحة تسديدة كانت حلوة فيها فكر عالي جدا من ياسر الشهراني اللي كمان أوجهه له التحية ويقدم لنا مستوات كبيرة جدا وفي وجهة نظري هذا واحد من اللاعبين الأكثر تميزا في الدور السعودي أو دور عبداللطيف جميل لكرة الخدم نروح لعبدالرحمن الغامدي شوف من بعيد مسافة بسم الله ما شاء الله اللهم صلى عن نبي اللهم صلى عن نبي كرة باليسار من مسافة بعيدة جدا لكن هذه يوضح لك على الرغم على الرغم شوف ياسر المسليم رحلة لكن الكرة أسرع منه لأنه دائما الكرة أسرع من اللعب ياسر رحلة لكن سرعة الكرة ما شاء الله تبارك الله الله يحميه والله إن شاء الله يسلمه وإن شاء الله يمتعنا بمسراته ويقدم المزيد والمزيد إن شاء الله عشان نستفيد من خدمات هذا اللاعب في المنطقة السعودي طيب فالاتحاد برضو هنا فهد المولد زاريا صعبة جدا صعبة جدا صعبة جدا صعبة جدا صعبة جدا ولكن فيها نوع من الخداع بالنسبة لفهد المولد يعني ممكن كثير من اللعب يفكروا إنه هو حيرفع الكرة يعني لو جي لو لاحظت حركات المدافعين هنا شوفت وساموا هذا شوف كيف طلعوا شوية شايف يا راجل رفاس ما تخيل ما أقول لك لأنه ما هو متوقع إنه هنا يقول لك هيش عنصر المفاجأ عنصر المفاجأ هذا اللي حصل مع فهد المولد إنه قرر إنه يسدد الكرة من هذه المنطقة الصعبة صعبة صعبة جدا لأي لعب فنحن نتحدث عن واحدة من أربع التسديدات في هذه الجولة طيب خلينا نشوف كمان في الاتحاد مارتن يا سلام طبعا يعني ترغم من ياسر رحلة في كل الكور يعني في بعض الأحيان نحن نقول الحارس لا يلام هنا نقول الحارس لا يلام في هذه مثل هذه الكور نقول الحارس لا يلام لأنه في النهاية دائما الأفضلية تأتي للمهاجم الأفضلية تأتي للعب اللي مع الكرة فاول صراحة من أجمل الفاولات في دورة عبداللطيف جميل كرة لافة سريعة وبعدين جاية كذا يعني لما انقربت عند الحارس نزلت على المرمى فصراحة واحدة من أروع التسديدات في هذه الجولة طيب كبتن أنا علشان عندنا كذا تمريرا أنا بنأخذ عليها وقتا صراحة فخلينا نطلع فاصل نطلع فاصل فاصل قصير نواصل بعده واختيارات عبدالجوان اختيارات عبدالجوان مستمر معكم من برو سنتر كبتن نروح للتمرير نروح للتمريرات واحدة تمريرة عندنا في هذه الجولة كلها لكن التمرير هذه عن كل الجولة وعن كل التمريرات السابقة للاعب نادي النجران ديمو رايس نشوف التمرير نشوف بدون أي تعليق بدون أول شي شوف اللاعب كيف اللاعب كان يطالع في زميله شوف كان يطالع في زميله ما كان يطالع في زميله يا راجل الملعب كله ما يطالع فيه آه وقف يا ريت المخرج حبيب أنا كذا بس يوقف لي لما انتوصل لدي مورايس بس هنا عندك وقف لا رجعها لما انتوصل عندي مورايس هناك بس بس شوف شوف انت شوف اللاعب ظهره على كم لاعب على جميع المساحة اللي وجودة هنا كيف حس انه في زميل له هنا في المكان هذا وكيف لعب الكورة بالتلاتة الأصابيع اللي هي الأخيرة وبالطريقة هذه تلف وتجي قدام اللاعب هنا بدون أي مشكلة انه يسجل هدف اقسم بالله العظيم من أجمل التمريلات اللي شاهدتها في حياتي وليس في هذه الجولة لا تستحق تمرير هذه التمريرة تدرس تدرس تمريرة هذه تدرس من نجران اللي بيعطينا دروس الآن في الدورة التانية أو في القسمة التانية من دورة عبداللطيف جميل وخلت المهاجم يسوي اللي بها ايه مغرب بقى الحارس ويسحب الكرة خبطت في الأرض وجات أمام المهاجم سوي اللي تبه ما خلاص اشتبه أكتر من كذا ما عنده أي أكتر من كذا شفت والله العظيم تدرس هذه التمريرة طيب خلينا نشوف الفنيات نروح الفنيات هنا الميد يا السلام هوب روح يلا تعال الدينة الثانية خلاص الدينة عليزبي الدينة الثانية الدينة الثانية عليزبيدي زبيدي واحدة هنا الاثنين سرع لكن أخذوا على الرجلة العكسية أخذوا على الرجلة العكسية فهد سريع والزبيدي سريع ولكن نما أخذوا على الرجلة العكسية طبعا لازم يأكل توازن اللاعب ويحاول أنه يلوف وبالتالي صراحة بس سنقيطي نشوفه شنقيطي شنقيطي السرعة وهوب هنا التمويح على اللاعب شوف اللاعب يرفع ويجي ويرجع ما يلاقي تروح اللي بعدها خلاص تروح اللي بعدها هنا لاعب القادسية واحدة واحدة يدخل على جوه بعدين على فضله بعدين والتهويش صراحة حلو حلو طيب نروح للهجمات المنظمة الهلال شوفت الكرة من فين من عند حاس المرمى الكواك اتنين ثلاثة أربعة جحفلي ترجع مرة تانية خمسة ستة شوفت ما في تسرع في الأداء ولكن في سرعة في الأداء في الأداء ما في تسرع في الأداء في سرعة في الأداء شايف كريري شلهوب ترجع للزوري على برة لمسة واحدة من الدوسري يرجعها مرة تانية كريري ينقل الكرة مرة تانية لين الجهة التانية ما في تسرع في الأداء ليش لأنه فريق هنا الكرة الجميلة كنترول ضم للخارج ولكن لم تكمل الكرة لكن بصراحة من أجمل بناء هجمة شاهدته في نادي الهلال في هذا الموسم واللي صراحة متميز هذا الموسم متميز في بناء الهجمة من الخلف طيب خلينا نشوف نجران نجران برضو كان له هجمة نجران برضو من عند الحارس بدأت من هناك عبد المحسن وسط الملعب إيريك بس شوف التمرير شوف الحركة من هنا شفت ديمو رايس مروق شايف بس شوف يا سلام بس خلاص خلاص دينا مباراة الاتحاد والأهلي دينا مباراة الاتحاد والأهلي بالنسبة للاتحاد الاتحاد وتنظيم الهجمة شايف برضو ترجع الكرة للجهة اليسرة ماجد ترجع مرة تانية مارتين على فكرة الاتحاد قدم مستوى كبير جدا في مباراة أمام الأهلي ولكن لم يستطع أنه يترجم الفرص هذه على الطائر تهيئة من الغامدي وشوتة من العسيري فأنت تحدث عن صراحة هجمة منظمة لكنها طبعا ما جاءت هدف هذا شيء ثاني لكن الهجمة المنظمة أنه أنت تتصل بالدرجة هذه بالتمريرات الحلوة إلى الطرف وعكسية وتهيئها لزميلك وتسديدها بصراحة أنا أعتبرها من أجمل الهجمات المنظمة لنادي الاتحاد ومرة أخرى برضو ياسر المسلين نروح للي بعدها ثلاثيات ثلاثيات هنا ثلاثية تلالي واحدة اثنين ثلاثة تلام عليكم واحدة اثنين ثلاثة ثلاثة تلالي هنا المثالية في الأداء نروح للي بعدها الاتحاد الاتحاد نفسه الاتحاد لأنه صراحة واحدة اثنين ثلاثة من ريفاس ولكن لم يوفق أيضا اللاعب عبد الرحمن الغامضي هنا الجمالية هنا الجمالية هنا التحركات حق اللعبة يعني شوف اللمسة السحرية من مين؟ من ريفاس تحرك عبد الرحمن الغامضي من غير كرة مساعد لفاس أنه يلعب من أول لمسة طيب عندنا هذه الكباري نروح للكباري خلاص كيفاري؟ ناخذ فاصل كابتن ناخذ فاصل ناخذ فاصل نرجح ناخذ فاصل إن شاء الله لاختيارات عبد الجوات فاصل قصير برو سنتر مستمر معكم ومستمر مع أيضا اختيارات عبد الجوات كابتن نروح للكباري قفل من هنا يطرح أبو حيمد ياسر واحد ياسر واحد خلاص نروح لتانية ياسر مارتن لا شفت الماشي الزهل لنا قدم بشويش ما فيها هذه مدهونة بزبزة زي مقول مدهونة بزبزة شفت نروح لبعدها اللي بعدها اللي بعدها هنا يا السلام ريفاس صراحة شوف ريفاس يعني أستغل مخه بصورة عجيبة جدا لأنه جابه على العكسية على طول على العكسية يا الله والله حلوة نروح لمصعبة العتيبة مصعبة اللي قد شفت شفت اللعب يقف الفوق لكن ينسى دحن يزال قبت لا تقدر تقرأ ما يفكر اللعب يدخل اللعب هو فاتح رجوله يأكل كبري يقفل من فوق يأكل من تحت دحنة كبتل اللي يأكل اللي يأكل الكبري مركز أو مروق لا لا اللي يأكل الكبري اللي يعطي الكبري هذا تحصله مروق تمام يبغى يلعب يبغى يستمتع ويمتع صراحة كبري حلو كبري حلو خلينا نأخذ اللقطات الجميلة من اختيارات عبدالجوات طبعا هنا مباراة الشباب القادسية شوف فريق الشباب اثنين من اللعبين الكبتن وهذا جابوا اللافتة هذه اللافتة هذه إدارة لعبي وجماهير نادي الشباب تقومون الشفاء العاجل للمشجع شبابي المخلص عبدالله الشحراني ونحن كمان نشارك صراحة هذه اللافتة ونقول للمشجع شبابي المخلص عبدالله الشحراني إن شاء الله بالشفاء العاجل وربنا إن شاء الله بإذن الله يشفيك وعافيك وقومون بالسلامة أنت وجميع مرضانا ومرضى المسلمين لفتة رائعة جدا من لعبي أو إدارة أو نادي نادي الشباب إنهم هم يعملوا طير فكبتن والله هذه مؤثرة أنا أقول لك أنا أتأثرت فيها كثير صراحة أتأثرت فيها لدرجة كبيرة جدا لأنه هذا يعطي إحساس أنه اللاعبين بصراحة فيهم وفاء لجماهيرهم وخصوصا الجماهير اللي هي دائما ما تكون مؤثرة في المدرجات أو الأشخاص اللي يكونوا مؤثرين في المدرجات كم قيمتها هذه نفسيا بالنسبة للمريض صراحة هذه يمكن تقريبا حوالي 60-70% من العلاج وإن شاء الله العلاج عند الله سبحانه وتعالى ربي شافيه وربي عافيه عبدالله الشهراني إن شاء الله ربنا يشافيك وعافيك ويجملها إن شاء الله تكفير زي ما يقول وتكفير ذنوب إن شاء الله بس لفتة صراحة جدا من نادي الشباب نحييهم على هذه اللفتة رائعة جدا الوفية اللي هي ما هي مستغربة صراحة علينا كلنا كمجتمع سعودي لقطة الثانية اللي بعدها أبقى شوف هدف الشلهوب شوف فرحة الشلهوب هو جابه براسه شوف أول مرة يسجل براسه لا 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 شوف فرحته إنه هو جاب شايف إنه أنا جبته براسي أنا جبت الهدف براسي بعدها كنت من بعيد ما أقول لك يعني شوف براسي يعني اطلع وقال إنه أنا جبته براسي معقول جبته براسي كانوا يقول معقول جبته براسي صرح معانا قال هذا الأول لي سبحان الله صراحة يعني بس الفرحة إنه هو يعطينا شوف هنا حتى هنا دحية كبيرة صراحة لهذا النجم الشلهوب الموهوب الخلوق جدا محمد الشلهوب واللي يعطينا دائما دروس صراحة وأنا واحد من أكبر المستفيدين من أخلاق وروعات هذا اللاعب الجميل جدا تعرف كابتن يعني المحبة من الله من الحب كل الناس تحبه الحمد لله الحمد لله لأنه رجل طيب ورجل صراحة معدنه نقي جدا 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 هذا اللاعب نحن ناله التوفيق إن شاء الله الله مسيح بالخير وجميع الزملاء في كل أنديتنا العزيزة نروح لشايع شراحيلي شوف الفاول اللي ارتكبوا شوف أتعلق في الإنشاء طبعا أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي كخبرة في الملاعب ولاعب سابع وخبرة وإلى آخر أنا بالنسبة لي هذا فاول تكتيكي رائع جدا أفضل بكثير من أنك أنت تدخل على اللاعب على رجوله وتضربه وتعطله وفي النهاية اللاعب يتعطل وتكون أنت السبب أنك أنت عطلت اللاعب فصراحة أنا بالنسبة لي تصرف أكثر من رائع بل بالعكس تصرف يعني أول شي منع هجمة مرتدة كانت ممكن تكون أنها خطيرة على فريقه وفي نفس الوقت أنه ما أصاب زميله اللاعب يعني إيش أحسن أدخل فيك وأعطيك في رجولك أو في ساقك أو أشوتك لا لأنك أنت بعيد عني ولا أنك أنت تعمل الفاولة التكسيك بس استحق فيها انذار هو استحق فيها انذار أنا ما أقول لك ما يستحق يستحق ولكن تصرف تصرف اللاعب صراحة رائع جدا هذا يدلك على أنه في قلبه صراحة نوع من الطيبة الكبيرة جدا وأنه ما يحب يضر أحد ولا ممكن هو يدخل على اللاعب من وراء ويعطي له واحد وبعدين ممكن يتعور اللاعب ما استفاد ولا شيء مزعل يعني هو وقف الهجمة ولكن ما أصاب اللاعب ما أضر اللاعب هذه صراحة بالنسبة لي أنا من واحدة من أجمل تصرفات التكتيكية لللاعبين عندنا في دول عبداللطيف جميل هذا الموسم طيب خلينا نشوف الفرحة فرحة الأمير فيصل من تركي رئيس نادي النصر تحية شفت كرة القدم ماذا تفعل كرة القدم نحيي السمو الأمير فيصل بن تركي نادي رئيس النصر رئيس نادي النصر وهذا شيء طبيعي جدا هذا يحصل هذه كرة القدم منافسة منافسة غير كذا هذه كرة القدم شوف 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 التفاعل مع الهدف شوف التفاعل مع الهدف شوف التفاعل شوف التفاعل رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة نادي النصر شايف هذه واحد من دروس كرة القدم عندنا ما يستاهل النصر يكون في المرتبة اللي هو فيها بكل تأكيد ما يستاهل وشيء مؤلم صراحة للنصروين وحتى غير النصروين أنه يكون النصر هذا الموسم في هذا المركز لأنه لا يليق بأي شكل من أشكال لنادي النصر ولا لعبي نادي النصر ولكن طبعا كرة القدم نحن ما نعرف إيش اللي حاصل داخل أسوار نادي النصر إنما نحن نقول يعني إن شاء الله تكون يعني زي ما يقوله فترة عصيبة على نادي النصر وإن شاء الله تعدي وأنا متأكد أنها تعدي لأنه وراها أو النصر وراه رجال صراحة مثل الأمير فيصل بن تركي اللي صراحة نقدم له كل التحية وجليل الاحترام وصل النصر أو عاد النصر إلى توهجه مرة أخرى ولحاله طبعا هناك في دعم ولكن هذا الرجل يعني اللي سوى لنادي النصر ما فيه ما فيه ما فيه يعني يعني ما فكر في منصبه أو مكانته الاجتماعية ولا فكر أنه يعني وزنه تقيل ممكن يتلف ولا بترجوله تنزل غلط أو أنه يطيح فرحة فرحة كرة القدم هذه هي كرة القدم هذه تعمل جميلة جميلة جدا أنا أعتبرها واحدة من لقطات الموسم واحدة من لقطات الموسم بالنسبة لي واحدة من لقطات الموسم تفاعل كبير جدا جدا من رئيس نادي النصر وننجه له التحية ونقول لهم مبروك وإن شاء الله بإذن الله يعود النصر حتى تعود أيضا أو تستكمل متعة كرة القدم في السعودية بعودة نادي النصر إلى مستوى بالتأكيد خلينا نشوف مؤلمة كبتن الله يا أخي بعد نشوف الدقيقة يعني هذا مو نهاية المباراة أنا بكيت أنا كنت أتفرجها في البيت وبكيت على هذا الطفل الرائع جدا 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 أحيي من كل قلبي وقل له يا ابني الله يجعلك بار في أهلك والله يعني يسعدك في حياتك وبارك لمن رب هذا الطفل أنه هو يوصر رسالة بهذه الطريقة للجميع مش بس اللاعبين لإتحاد لجميع الأندية لجميع من يشجع ويطابع كرة القدم ما سب ما شتم ما عل صوته ما لا 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 ما أشر على حكم اللعيبة بدموعه عاتب خلينا أكمل أنا أقول له يا ابني هذه كرة القدم كلنا نفتخر بنادي الاتحاد وأنا أول واحد يفتخر بنادي الاتحاد لأن نادي الاتحاد في يوم من الأيام قدم لنا صراحة إنجازات كبيرة للوطن للمملكة العربية السعودية من خلال البطولة الآسيوية نحن نفتخر بما قدمه الاتحاد ونفتخر بجميع مشجعي لهذه الاتحاد وأفتخرت جدا بهذا الطفل واللي عمله هذا الطفل أترددت والله يا هاني ترددت كثير أني أنا أحط هذه الأكثر ولكن ما قدرت شعرت أنه لو ما حطيتها هأظلم هذا الولد وإحساس ومشاعر هذا الولد ولابد أن تصل هذه الرسالة لجميع من يشجع كرة القدم في المملكة العربية السعودية وحتى في العالم تظلم الرسالة ما أقول لك حتى الرسالة اللي تخرج من هذا الولد الصغير اللي ما يتجاوز عمره تقريباً عشر سنوات عشر سنوات شوف يا رجل تبقى أكتر من كده يعني كممكن أنه هو يتفاعل بصورة غير كده وهذا صدق هكبتي هذا صدق أنا بالنسبة لي أنا أقول له يا ابني اللي يعرف الولد هذا اللي يعرف الولد هذا لو سمحته أدينا كاميرا اللي يعرف الولد هذا لو سمحته يجيب لي رقمه لو من عندي هدية لو من عندي هدية وبس طلب طلب من إدارة نادي الاتحاد أنه الولد هذا يجيبه على النادي تكريماً لدموعه الغالية ويروح يخلوه يسلم على اللعيبة كلهم في الملعب حتى يكون فيه هناك تبادل صراحة في المشاعر ما بين الولد هذا ما بين إدارة ولعيبة نادي الاتحاد وأنا متأكد أنه إدارة نادي الاتحاد حريصة كل الحرص أنها تعمل مثل هذه الحاجات الاجتماعية التي تزيد دائماً الربط الاجتماعي عندنا في المملكة العربية السعودية بصراحة أقول مرة ثانية اللي يعرف أي معلومات عن هذا الولد الرجاء أنه يتصل فينا عن طريق القناة أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام ويعطيني خبر لأنه لومن عندي هدية خاصة من محمد عبدالجوه وهذا طلبك كابتن أمسنا طلبنا في برنامج اللاعب 12 أنه دارة الاتحاد يجب أن تكرم هذا المشجع يجب أن تكرمه بانقابلة اللاعب لابد وأنا متأكد أنه دارة الاتحاد ولعبيه نادي الاتحاد لأنه بصراحة أنا أعرف أنه لعبة عندهم إنسانية كبيرة جدا فبالتالي سيكرمه هذا الولد على الأقل أنه يدخل التنبين ويسلم على اللعبة يحضنه يأخذ صورة معه مع السلامة استهل شكرا لك كابتن شكرا لهذه الاختيارات الجميلة شكرا لأن اليوم ويظنعي موجود معك شكرا للأقدار اللي جمعتني فيك يا حبيب الزملاء كلهم أنا أشكركم كلكم لأنهم صراحة نجوم أجمل اختياراتنا شكرا جزيلا لك فاصل قصير نواصل بعده برو سينتر